لوح باستقالته ومضى ليدخل شركاءه من بعده أزمة جديدة لم يقدم رئيس الجمهورية برهم صالح استقالته صريحة بعد رفضه تكليف أسعد العداني مرشح تحالف البناء لرئاسة الحكومة بل خلط الأوراق وغادر بغداد متجها إلى مسقط رأسه في مدينة السليمانية بعد أقل من شهر على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تمددت الأزمة السياسية في العراق بعد أن وجد برهم صالح نفسه مضطرا تحت الضغوط الإيرانية المتزايدة لتمرير العداني لرئاسة الحكومة لكنه رفض ملوحا بالاستقالة وهو ما عده البعض لأسيما في تحالف البناء المقرب من طهران انتصارا للرغبة الأمريكية حصل ذلك بعد أيام من دخول البلاد في فترة فراغ دستوري إثر تجاوز المهلة المخاصصة لاختيار رئيس جديد للحكومة واستصراع أجنحة متواصل واستقطاب على أساس الولاء لهذه الدولة أو تلك ومع عودة زخم التظاهرات إلى ما كانت عليه في أيامها الأولى بدل المتظاهرون غير مقتنعين تماما بخطوة صالح حيث أكدت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أن برهم صالح يحاول أن يظهر بمظهر الداعم للتظاهرات الشعبية فلو كان يريد حقا خدمة للعراقيين كما قالت فإن عليه أن يستخدم صلاحيته بموجب المادة 64 من الدستور بحل البرلمان ومن ثم يشكل المتظاهرون حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة البلد وتجميد الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة برعاية الأمم المتحدة العملية السياسية في العراق أصبحت في عنق الزجاجة مع التخبط الكبير الذي تعيشه أحزابها وصراعها المحتدم حول رئاسة الحكومة ولم تفلح تحركات قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في ميليشيا حزب الله اللبناني محمد كوثراني في لملمة شتاتها وفرض مرشح تزكيه لرئاسة الحكومة في ظل وعي شعبي كبير يسبق التحركات السياسية ليعلن رفضه في كل مرة لعمليات التدوير والتزوير التي تجري بعيدا عن حراك الشارع الثائر وتطلعاته المنشودة ترجمة نانسي قنقر